النهاردة في جدل واسع نادي الأهلي طالب خبير تحكيم أجنبي وأنا شاف من كلام من كابتن إبراهيم أنه النية متجهة للجنة مصرية ويمكن هو في كلامه بيقول أننا نجحنا في السوبر ومفي الشك طبعاً يعني عندنا حكام كبار عاوزين نحافظ على هيبتهم عاوزين نحافظ على مكانيتهم ولو أي حد هيجي يوضيف ويطور من أدائهم لابد أن نرحب بيه بشكل كبير جداً طالما فيه استفادة هتعود على التحكيم المصري وهتقدي بالإجاب إلى تطوير اللعبة الشعبية الأولى في العالم والناس اللي بتحبها وما باش فيه جدل كتير كمان أنا ما بحبش الجدل المتصارع على شاشات التلفزيون يعني لو عندنا غسيل زي بيقولوا كده وعش نلمهم مع بعضنا صح ونقعد مع بعض قاعدة حلوة ونلم الكلام ده بشكل كويس جداً في سبيل إطار الأخوي لأن أعتقد يعني كابتن جهاد مع كابتن إبراهيم الخلاف يعني لا يفسد للود قضية المفروض وأنهم تعايشوا مع بعض كحكام دوليين أكتر من المعايشة يمكن مع الإخوات صحيح فمش عاوزين جدل من بداية وعاوزين شغل احنا عاوزين شغل صحيح احنا كمدربين وكجماهير وكإدارات أندية يعني عاوزين نخلي الناتج في الملعب هو اللي يتكلم صحيح وإذا كنا بنطالب بلجنة تحكيم مصرية وعندنا يعني نمازج كبيرة لا تحصى أنا مش عاوز يعني أقول أسامي طبعا قديرة أن هي تدير لجنة التحكيم أو التحكيم المصري تمام؟ لما تاخدوا الثقة من الإدارات أو إدارة الاتحاد بصفة خاصة ترجمة نانسي قنقر